اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم النهاردة جايبين اخطر اه كام 23 او 22 توقع سمعتوهم من ليلى عبداللطيف قبل كده في متفرقات عالمية وعربية اه جاهزوا نفسيكم لان ذات نفسي لما سمعت التوقعات دي يعني اعرف لما بيقوله حد بيقوله اشعر من كتر من التوقعات صعب هو حصل لي كده بالزبط تعالوا مع بعض نشوف ايه الموضوع لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس يا جماعة ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير طبعا كلنا عارفين انها طلعت اخر مرة على قناتها الرسمية رايل عبداللطيف يوم 10 خمسة طبعا بنوجه لها كل التحية والتقدير على مجهودها في انها تحاول بقدر الامكان تلم كل الدول العربية والعالم في مجموعة كبيرة من التوقعات وعملنا جزء اول وجزء تاني والنهاردة جزء التالت ولسه في جزء كمان احنا بنحاول نحنا نقسم الفيديو اللي هو 58 دقيقة في مجموعة من الاجزاء المركزة وخصوصا في التوقعات طيب ايه اول توقع معنا في هذه المتفرقات التوقع الاول بتقول في حادث مؤسف سوف تتعرض له احد طائرات الخطوط الجوية العربية تاني توقع ايه شبح الاختيال والخطر اراه يحوم حول ويهدد شخصية معروفة حول العالم في شبح الاختيال تالت حاجة خلال الاشهر القادمة سنكون قالت سنكون يعني معنى كده العالم كله سنكون امام بروز ازمة اقتصادية عالمية كلنا عارفين وايه الجديد يا سيدة التوقعات الجديد ان تلك الازمة هتكون حدة جدا وعلى امريكا بالذات لانها هتكون امام هذا الوضع الخطير وكمان امريكا اراها تستعد للحرب صراحة كده امريكا تستعد للحرب رابع توقع معانا كارسة كارسة ومأساة ومأساة مدينة هيروشيما اليابانية واللي ما يعرفش قصة مدينة هيروشيما دي اثناء الحرب العالمية التانية ما بين الدول وبعضها تقريبا او بعدها مش فاكرة بالزبس لكل اللي افتكروا ان امريكا بعت الطيارة كان فيها كنبلة نووية بسبب خلاف بينها وبين اليابان والكنبلة دي نزلت في مدينة هيروشيما ونجازاكي وتسببت في دمار لغاية دلوقتي بتحكي عنه فهي بتقول للأسف الكارسة دي تراها تتكرر للأسف الشديد في دولة اجنبية اخرى وستكون هذه الكارسة نتيجة لتبعات الحرب الروسية الاوكرانية المدمرة في وقت لاحق امتى وازاي ما تعرفش لكن شايف الكارسة للأسف بتتكرر من جديد ده رابع توقع خامس توقع معنا قوات بحرية الامريكية القوات البحرية الامريكية او النيفي شايفها بتستعد وتتأهب للرد على هدف كبير في البحر ستة رئيس دولة اراه يتعرض لحدثة جوية داخل الطائرة وهذه الحادثة سوف تثير القلق وتصبح حديث الصحافة واسائل الاعلام كمان في التوقع السابع قالت المجاعة كلنا عارفين المجاعة موجودة وبدأت لكن هي بتوضح وبتقول انها للأسف هتستمر كمان السنة اللي جاي وقالت كده بالنص المجاعة سوف تكتاح العالم وكوكب الارض وذلك خلال السنوات القادمة اما التوقع الثامن معنا ستشهدون خلال قالت ستشهدون خدوا بالكوا التوقع ده شوية كنت حساها ساينس فكشن او فيلم خيال علمي لكن دالة عبداللطيف اكدته قالت ستشهدون خلال المراحل القادمة اجسام غريبة في العالم مدمرة وقاتلة وهي تنتقل بسرعة البرك من دولة لاخرى وايضا قالت كمان سنشهد حكم بالاعدام يطال شخصية سياسية عربية احنا منتكلم دلوقتي بوضوح حكم بالاعدام يطال شخصية سياسية عربية وذلك بسبب جريمة تهز العالم وسيتم الحكم عليه بالاعدام شنقا على شاشات التلفاز زي ما حصل بالزبط كده في مقتل الرئيس السابق صدام حسين لما تم في العيد الاضحى برضو كان ساعتها الموضوع كان صعب جدا علينا له ما له عليه ما عليه بس ما يبقاش الموضوع التلفزيون وفي العيد فهي من الواضح الموضوع هتكرر تاني وعلى التلفزيون والشخصية عربية كمان الحرب الروسية الاوكرانية ستمتد على بعض دول افريقيا واسيا الموضوع كمان هيخرج على انه في اوروبا لا كمان هيطول بعض دول افريقيا واسيا وده اللي بيأكد لنا ان دي بداية الحرب العالمية التالتة اللي بيحصل دلوقتي ما بين روسيا واوكرانيا اكبر بكتير من مجرد صراع بين دولتين كمان قالت فيروس جديد يظهر في المانيا يجعل العالم في حالة تأهب قصوى وايضا تتعرض المانيا لعمليات تخريبية على بعض المقامات والرموز الدينية كمان قالت سيتم الاعلان عن وفاة شخصية سياسية مهمة بارزة جدا مقربة من الرئيس الروسي بوتان والعالم سيواجه اخطر مرحلة في تاريخ البشرية وده بالنسبة للتوقع ده التوقع القاسم يعني توقع صعب جدا او القاسي في تاريخ البشرية خلال السنوات القادمة وخصوصا المسلمين والمسيحيين في الدول العربية والغير عربية هل معنى كده هيحصل حروب طائفية ما بين المسلمين والمسيحيين الله اعلم لكن الموضوع صعب كمان توقع بقى كويس سوية تنشهد حلف عربي مشترك بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسوف نرى اجتماعات وطاولة حوار بين السعودية ومصر ستجتمح حول هذه الطاولة عدة اطراف ودول عربية بارزة من خلالها يتم الاتفاق على الحلف العربي الجديد بقيادة السعودية ومصر نرجع تاني للتوقعات الصعبة وده بالنسبة لي برضو توقع صعب جدا سوف يتم عزل احد الدول العالم وذلك من جراء انتشار جرثومة قاتلة على اراضي هذه الدولة وسوف تظهر هذه الدولة كمدينة اجباح ولما اتسألت اسم الدولة دي ايه قالت انا مش هذكرها انا عارفها انا عارفها بالاسم ولكن لان اسكر اسم هذه الدولة خوفا على مشاعر الناس والمشاهدين ما رديتش خالص انها تقول ربنا يستر طبعا انا مش عارفة ايه الدولة دي بقى اللي هيطلع منها هذه الجرثومة ما اني من رأيي انها المفروض لو هي فعلا متأكدة من الكلام بتاعها لازم ان كانت تقول كنوع من التحذير يصدق اللي يصدق واللي ما يصدقش ما يصدقش يعني المفروض الدولة دي تاخد الموضوع كمجرد تحذير وتشوف الحكاية دي وتتحضر لها كمان ظهور سلاح غريب وخطير ومخيف ومتطور يرعب العالم معبارة عن سلاح جرثومي وغير مرئي يبا احنا كده عندنا ضربتين اول حاجة دولة هيبقى فيها جرثومة قتلة وبسببها تتعزل عن العالم تاني حاجة هيكون سلاح جرثومي غير مرئي مرعب هل اسمعوا معي هل الدولة دي هتتضرب بالسلاح دي بالسلاح الجرثومي ده ولا ممكن من خلال هذه الدولة بسبب الجرثومة اللي انتشرت فيها هيتعامل سلاح الله اعلم تشهد بريطانيا استقالات كبيرة تهز الشرع البريطاني وذلك بسبب وقوح حدث مؤصف ايطاليا بتشهد عملية اختيال على اراضيها تهز الرأي العام البابا فرانسيس في المستشفى بابا روما بسبب وعكة صحية سيضع المسيحيون في العالم في حال التركب وسط نفار وسوف تنضم دولة الكويت نرجع شوية عربيا الى الحلف الروسي الصيني برغم انه دلوقتي الكويت الى حد ما في جانب امريكا ولكن قريبا سوف تنضم دولة الكويت للحلف الروسي الصيني وهذا التقارب الخليجي الروسي الصيني الايراني سوف يكون في صالح جميع الاطراف والدول برضو توقع كويس سوف نرى او يتم الاعلان عن بدل عسكرية متطورة وسنراها تظهر للمرة الاولى في السعودية والعالم مندهش من هذا التطور والابتكار المهم كندا ستشهد المزيد من المظاهرات للأسف والاحتجاجات وذلك بسبب حدث ما كما ارى حصول توطر في الاعلاقات بين كندا وبعض دول اوروبا بيثير البلبلة الاعلامية بشكل نعام وهذا التطور اراه يشمل امريكا وكندا وخصوصا عند الحدود الكندية الامريكية يعني هيكون فيه مشكل ما بين امريكا وكندا وما بين كمان كندا والدول الاوروبية من الواضح ان ممكن كندا تاخد صف روسيا الله اعلم بكده نكون خلصنا الجزء ده مهم جدا زي ما انتم سمعين كده التوقعات عاملة ازاي اقولولي رأيكم في التعليقات طبعا من وجه التحية لسيدة التوقعات وصاحبة الالهام على هذه التوقعات شكرا لكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس يا جماعة اهم شيء وكمان تعملوا لايك وشير للفيديو لو اعجب